موسيقى فعمري في حياتي قوي يعني صليت جوى الجامعة صليت جوى هندسة صليت جوى المدينة الجماعية بنا معقول الله الله صلي التعويق وصلي هنا في ميدان المسالة هنا قدام جامعة التهارة انا رأى الصلاة وفي رمضان مع دائما النزاء المتفالة الناس الله سبحانه وتعالى لها دوليكم متفضل جميعا ان شاء الله طبعا انيش عاوز اقول لكم ادي ايام اللي احنا بنعيش فيه مهمة مش عاوز اقول لحضراتكم ازاي وقتكم وفيتكم وصموتكم ازاي بتهزي مؤسسات كبرى ليس في داخل مصر فقط ولكن في داخل مصر وخارج مصر يعني انا عارف هنقرب زي مؤسسات كبرى ليس في داخل الفريق اول عبد الفتاح السلسي وقاعدم جيدا وقاعدم جيدا فاعرف جيدا انه قبل ان ينفز فهو ينخطط وقبل ان ينخطط فهو يفكر وينسق ويتفق ولذلك ايها الاخوة والاخوات ما نراه اليوم ليس ابدا نتاج ايام او اسابيع ولكنها شهور من التخطيط والاتفاق والتخطيط والاستعداد التنفيذ اعوز اقول لحضراتكم حاجة يا شعب مصر يا عظيم يا عصيل ياللي دايما مبرل للاخرين بلدود افعالك بقردتك بكرمتك بحمستك جوافاتك اما عملوا استطلاع رأي يوم اربعة وخمسة يوليا يعني بعد الانقلاب اربعة وعشرين ساعة وتمانية وارفعين ساعة طلع اني تلاتة وستين في المية من الشعب المصري بيرفوضوا عاصل رئيس الدكتور محمد بوس خلي بالكم الناس دي ما بتهزاتش وما بتضربش عطار لان الناس دي بتشتغل بشكل علمي وبشكل احترافي ولذلك انا عاوز اسأل لحاضراتكم وكلكم سؤال تبتلكوا احنا من يوم خمسة يوليا للنواردة بنقسم شعبية فسط الشعب المصري ولا بنتراجع هل النوايا الخبيثة لهذا الانقلاب والافعال الشنيعة التي والجوائم التي تتجبها على الارض افقديت جزء من شعبييته ومصدقييته بين ابناء الشعب المصري عندها ولذلك ايها الاخوة ولذلك فالوقت باذن الله في صريحكم والوقت ان شاء الله مع الشرعية ومع هذا الشعب مع اراداته مع كراماته مع حرياته موسيقى